ثم أن هذا الشراب الآن لا يمكن للمجتمع الغربي أن يعيش بدون قهوة لا يمكن من المستحيل أي شخص تدخل عدو المكتب يعني هناك قهوة ثم أن الشخص لما يلتقي معك يلتقي معك في مقهى حيث كي يلقى قهوة وكي يلقى المقهى المقهى هو المكان الذي نشرب فيه قهوة هذا من جهة من جهة أخرى أن هذا يعني سيكولوجيا هذا الشراب أصبح في دماغ الناس يعني في فكرة الناس يعني ما تكمت القبل الاستعمار رغم أن العرب هم الذين اكتشفوا شراب القهوة يعني ما هذا هو وبعض الفرق الصوفيائية التي اكتشفت الشاي والقهوة لأن كانوا يشربونه لكي لا يناموا وهم لاحظوا أن الماعز الذي كان يرعى على هذه الأشجار لا ينام لا ينام ولا يرتاح وكان نشط جدا يقفز بقوة لأن القهوة كانت نشط فبذوته يأخذوا هذه المواد هذه لكي يعبدوا الله لكي لا يناموا كثيرا ثم يعني تطور هذا الشراب ذو الناس يأخذوك شراب منبي أو منشط أو شراب هكذا للضيوف أو على أي شيء ولكن العرب هم سادة هذا الشراب يعني ليس الغرب العرب هم سادة شراب القهوة يعني هذه لكي يليق ليه في التوابيل ولا في السكر ولا في شيء فالقهوة فيها يعني نحن نتكلم عن حبوب البن يعني عن القهوة الطبيعية وليس القهوة كشراب التي يتناولون الناس باش الحديث دينام يكونش حديث مضلل حبوب القهوة هي مادة نبات طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأغراض الإنسان لم يطحن القهوة ويضيفها للخبز أو لم يعني يطهيها كما يطهي مثل الفاصلية والعدس والحمص والفول ولم يعجينها كما يعجين الخبز ولم يأتناولها كما يتناول اللوز والقرقاع أن الله علم الإنسان كيف يعيش بل هذه الأشياء حمصة يعني كيسخنها فعلى النار التحميص عملية التحميصة شنيه هو كيقليوها على النار كيدرها في الفراح كتقلة حتى تتحمار شوية على حسب اللي بغاقها هو مرة يقليها بزف يعني في الفراح اللي بغاها شوية مزيانة حمرة وحلوة وتعليم يقليها بزف غريصة هذا ثم يطحنها ويشربها ما كانت مشكل وحتى إذا طحنوا الناس بيدون تحماص بيدون هذا الشيء طحنوا وعملوا مع الماء هي تشرب فقليل من يعلم أن القهوة تحتوي على 13% من المواد الدسمة هي مصنفة مع الحبوب الزيتية هي تضاهي تقريبا الحبوب الزيتية الأخرى لأن الزيتون يوصل حتى لـ 19-20% ذي الزيت في الأول تكون لـ 14-15% ثم أن اللوز والقرقاء وذيك يوصل حتى لـ 25% من المواد الدسمة من الدهون الزيت والقهوة كذلك فيها زيت وزيت القهوة هو زيت جيد بالعكس هو من النوع الممتاز ولذلك هذه المواد الطيارة هي مواد على شكل حمضيات طيارة حمضيات دهنية طيارة ولذلك كنت أعطي لما نسميه الفرنسية لاروم اللي نسميه هذه النكهات القهوة والناس من اللي يشموا القهوة الطبيعية كتعجبهم بع المرات من اللي يشموا القهوة محروقة لا تحرقت القهوة لأن هذه المكونات يمشيوا منها ولكن القهوة الطبيعية إلا شموا الناس حبوب ديالا قبل ولم يكونوا يحمصوا كتكون عنده واحد راحية ما شاء الله من أحسن المنكهات لإخلاق الله على وجه الأرض إياه من اللي تكون هذه القهوة تحمص كنا صغار كانوا يعني هذه الوالدات ديالنا كانوا يعرفوا لها أحسن من الآن لأنهم كانوا يحمصوا القهوة بيدهم وكانوا يطيبوها في هذه الغلايا وكانوا يكونوا يجيين راجعين للمنزل كانوا يشمون رائحة ديالا على بعد وكانوا يضيفوا لها شاعير يضيفوا لها حمص يضيفوا لها بعد التوابي الأخرى كي يزيدون الكهوة وكانت تشرب قليل قبل استعمار المغرب لم يكن المغاربة يعرفون القهوة كانوا يشربون شاي بأن لهم دخلت الفرنسا للمغرب طبعا الاستهلاك تأثر بهذا العالم الغربي ولو الناس يشربوا القهوة الآن القهوة في المدينة أكثر من استهلاك القهوة في البادية ما زال البادية ما تستهلكش القهوة في حال المدينة ولكن هي القهوة خاصة تكون خفيفة وخاصة تكون طيبة بطريقة عادية وبعدها نعم تطيب مع الموت يصفيوها كما كانت من قبل أما القهوة التي تناولها الآن في السوق على شكل مصنع يعني هذا الدائب القهوة الدائبة فطبعا من التي تصنع المادنة أن الصانع يمضطر يضيف إليها أشياء حافظة لأنها لا تحتاج إلى تكوّر لا تحتاج إلى تجمع ويحتاج إلى تكون سائلة ويحتاج إلى تكون سائلة الاريولوجي ثم البروبيلنس يجعل الحبوب لأنها لا تحتاج إلى ديموت يعني لا تحتاج إلى كتاة الكبيرة فالصانع مضطر يضيف لها هذه الأشياء فهذه المواد المحفظة ما هي التي تفسد المواد الغذائية أما القهوة كمادة طبيعية فالناس يشربها أو كانوا يشربها يعني جيدة كتحتوي تقريبا على 1.5 من الكافين مادة الكافاين هذه 100 جرام دي القهوة فيها 1.5 جرام مادة الكافاين يعني 1.5 من قهوية ولكن ما كنستهلكوش 100 جرام للقهوة طبعا كنستهلكوها 10 أو 15 أو 20 جرام يكون فيها 0.15 أو 0.7 يعني غير مذرة ولكن إذا ترددت في اليوم لشربوها الناس 10 أو 15 مرة نعم فهي صعبة لأن تنشيط الجسم أكثر من ما يلزم فطبعا من بعد سيصاب بعاء ثم سيقول لي لدينا مشكلة الألم الرأس أنا ولمش لأن الناس تريدون لهم مدمنين على القهوة لا مشترباش كل عيش لماذا؟ لأنها تنشط الجهاز العصبي كتجر الدم كتفتح هذه الشرائن الشعيرات الداخلية في المخ في الجهاز العصبي فكيمشي ذلك الألم اللي لم تناولوها كيرجع هذا الأصل وطبعا كي بدأ يحس للشخص بألم أكثر يمي للناس نعم حتى الناس اللي عندهم هذه المشكلة اللي يسمونه الشقيقة معنى الشقيقة كلمة الشقيقة جات منشق وأنه يضروا غير واحد الجهد يدرسوا فعلا هذه هي اللي كنسموه الشقيقة للناس اللي عندهم هذا الألم الرأس الحادة فخصهم يحبسوا قهوة ولكن يحبسوا القهوة فيها كذلك رماد نحن نعني في المواد لصناعة المواد الغذائية ونحن نعني علماء التغذية في تركيب الكيموي للأغذية نعني بالرماد لأملاح المعدنية من اللي كان نبغون ديره تقييم دير الأملاح المعدنية الموجودة في واحد المادة كان نحرقها قد ما أعطتنا الرماد كتير قد ما كان نعرفه بأنه في أملاح معدنية كتير والقهوة في أربعة في المئة دير الرماد يعني فأملاح معدنية كتيرة جدا كالسيوم فوسفور حديد كامانيزيوم ولكن هذا الرماد كيكون فيه على الخصوص كالسيوم وليكيكون كيمثل أكبر كمياء دير هذا الرماد فهذه المواد اللي فيها مواد غذائية هي أملاح معدنية فيها منبه يعني الكافاين ولكن فيها مادة مصرطنة يعني بنسبة ضعيفة مادة مصرطنة الكافيستول فيها مادة الكافيستول هي مادة مصرطنة معروفة ولذلك على الأقل مثل الناس المصابين بسرطان يعني الأطباء ينصحوهم لا يتناولون القهوة من الأحسن يعني نعم بحل البزار بحل القهوة بحل الأشياء اللي فيها مواد مصرطنة من الأحسن ما ياخدوه حتى المواد اللي فيها موظفات غذائية من الأحسن الناس وهو كان عرف القهوة بأن الإنسان كيشربها على شكل شرب كيطيبها وكيشربها ممكن القهوة قبل ما تتحمص ولا حتى تتحمص بطريقة مش يتحرق وممكن تتحن وتضاف إلى مواد غذائية أخرى ليس هناك أي مشكل تضاف إلى جميع المواد حتى الخبز الناس ما كيعرفوش أنا اللي كانعرف كيضيفوها الحلوة كيضيفوها الحلوات هي منكهة هي القهوة منكه نعم تضاف إلى الحلويات ممكن نضيف إلى القهوة نعم ممكن تضاف للشربة ممكن تضاف للأشياء كثيرة المواد الغذائية ممكن تضاف إلى القهوة هذه القهوة التي خلق الله القهوة الطبيعية حبوب البن لكن المواد الصناعية الموجودة في السوق التي تباع باسم القهوة نحن لا نتكلم عنها نحن نتكلم عن المادة التي خلق الله سبحانه وتعالى فهي مادة خلقها الله يعني تتغلق وحد الفراغ بسيط عند الإنسان لأن الإنسان عنده التغذية وخصوا أشياء تنبه وخصوا أشياء تنشطه خصوا أشياء هذا والله سبحانه وتعالى خلق له هذا الكون متكامل فيه كل شيء يكفي أن نحسن استعمال هذه الأشياء وأن نرشدها ثم من الأحسن من الأحسن القهوة ما يتناولوهاش الأطفال من الأحسن نعم نعم لأنها ربما غادت زعجهم في النوم والأطفال ولو كيكلوا مواد صناعية الآن لذا إلا زادوا خادوا قهوة غادوا يعدوا مشكل آخر فمن الأحسن ما يعطيوهاش للأطفال الصغار لأنه غادوا يعدوا مشكل ديالنوم وحتى مشكل ديالتحصيل الأطفال اللي كيقرأوا اللي كيحفظوا وذلك شيء بعد طلبة في الجامعة مثلا الآن تشرب قهوة في الليل باشي يبقى فيق باشي يحفظ هذا خطأ خطأ لأن بعد العشرة ديالليل الفوق ليس هناك برمجة في المخ والمخ الإنسان كي يعمل بحد 20% اللي بغى يحفظ الدروس دياله ويصلي صلاة الصبح ويحفظ بعد صلاة الصبح مباشرة تيكون الجهاز العصبي يعني مزيان تكون الجريلي للمعيدة تكون فارغة ويكون كل شيء حتى مع الصباح لاشترب قهوة ويحفظ مكيش مشكلة يعني مكيش مشكلة معروفة في الميدان العلمي كما قلت أن الأطباء كي منعوا مش غير القهوة جميع المنبيهات والمنشطات كي منعوهم على الأشخاص لعدهم بعض الأعراض هي القهوة عليهم باش نبسطوا الناس باش منقوش في التفاصيل كثيرة لغذة جرنا الأشياء ربما ما نكملوش أن القهوة كالتمنع على الشيوخ أولا الناس اللي عندهم 60 عام وفوق مخصمش يشربوا قهوة ثم يعني لقلت معلومة دي الأطفال ما الأحصل الأطفال ما ياخدوه ما ياخدوه الأشخاص اللي عندهم أعراض دي القلب هو الول نعم هذه ممنوع للمنبيهات نعم ممنوع المنبيهات ثم الأشخاص كذلك اللي عندهم هاد الألام الرأس الحاد اللي تكلمت عليها ألام الرأس الحاد دا ولي عندهم بعض الأعراض تتعلق بالجهاز العصبي ممنوع لهم هاد المنبيهات والنساء الحوامل والمرضيعة نساء الحوامل والمرضيعة هادو ناس اللي تحت العلاج هادو كلهم يحيد القهوة لأنه الشراب ترفيه ديال الناس اللي صحح اللي يعدم الأعمار ديالهم من 20 حتى 40 إلى 45 ولماذا لأن هذا العمر نشط يعني يخدم يتحرك يركز هذا يشرب قهوة ويكون قهوة طبيعية لماذا لأنه كما قلت الجسم تنشط أكثر مما يلزم وليأخذ واحد المادة اللي تغير الفيزيولوجيا ديال واللي من ضربات القلب طبعا كتزيد وعنا كان عرفوا على أن العكس ديال الدروق العكس ديال هذو المخدرات هو القهوة وليذلك بحال الناس اللي كيشربوا مثلا خمور في الغرب كيشربوا من اللي كيبغي مثلا يسحى كيشرب قهوة لأنه وشرب كحول ومنورا منشط فهنا يعني الجسم يعرض الجسم لالو الخطار ديالجوز الضربات الدربة ديال الكحول والدربة ديال المنشط يعني هذا خطأ ولذلك هما عندهم الجهاز العصبي ديالهم كيشيخ كيشيخ بكثرة يعني حتى الأعمار مثلا دبا 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 ولكن الأعمار دبا 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 في العالم العربي عموما كنشوف على أن الناس حتى الخمسة وسبعين وثبانين باقي الناشطين باقي يركز باقي لأن هذه الأشياء هي تدخل في شيخوخة الجسم وإذا كان الجسم يعني كلما تعرض لصدمات وضربات هو يا شيخ بسرعة كين هناك بعد نشط مشروبات كان يطات هدو مشروبات ديال بعد المشروبات المنبهة لكي تناولوها الأطفال وخصوص في الدول الشرقية يعني كي تناولوها لأنها منشطة وهذه المشروبات هذه لما فيها تشعجها فيها إما الكافين إما الطورين كالكارنيتين طورين كافين هدو 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 المواد اللي كي خدموا بها الصناعة كي يصنعوا هدو هنا العالين وإلا بدا كي يتناولها بكثرة لمدة خمسة سنوات فالجسم ديالو غمشي يعني الوظائف كلها غدتتخرب الوظائف حلح تلتناعش مكنش مشكل ولكن في المسألة المسألة لأنها تزعج الجهاز العصبي وحتى القضية ديالضربات القلب لأن الجسم في الليل في النوم أثناء النوم أثناء السكون الجسم اللي كي يكون ساكن يجب على ضربات القلب أن يكون ضربات هادئة وكذلك تنفس ديالجسم كي يكون هذي أثناء النوم فإذا اخذوا الناس منبهات ربما الشخص يكون نائم ولكن ضربات القلب دياله مازالين خدامين بنفس الحدة فهناك يكون خطر يعني الأطيباء يعرفو هذا الحديث يعني طبيب من اللي يلقى ضربات القلب مشي هما هذوك يعني يمشي مباشرة منشطات المنبي يمشي مباشرة هذه أنا معروفة هذه القضية هذه تاكيكار دي هذا الزيادة في عدد ضربات القلب كان يجيب بعد المرات من تيروييد ومن بعض الأشياء حتى المشكلة تيروييد في القهوة تدخل تهيئة كذلك في تخريب المراكز الهرمونية في الجسم ولذلك كما قلت يعني في حدود أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بميزان وأنه يقدر كل شيء تقدير فأخص الإنسان ما يفوت شدك ناموس الكوني لخلق الله سبحانه وتعالى الأشياء والشيء لا مقارنة مع القهوة يعني الشيء لأن مادة التايين هو ما فيش مواد مسترطين بالعكس في مواد حافظة من السلطان وهذه مادة التايين اسمها التايين لأنه في شيء ثم سميت هذه الكافاين لأنها كينا في القهوة والكافاين هي عكس تايين يعني العمل تايين تايين كي نشط الجسم بوحد الطريقة بسيطة ومتكاملة وطويلة الأمد تايين ماشي عنيفة الكافاين لا الكافاين حال ما كتشرب القهوة كتوصل الدم صافي ضربت القلب كتزاد وكتبلي يعني الجسم ديالك خصك يعني خصك تخدم إلا ما خدمتيش إلا كتشرب القهوة وجالس هذه كاريتة يعني كاريتة كل الناس دي السكر قال لك بأن كين سحوم يشربوا بشيخفض لهم السكر لا ليس هناك أي شيء في القهوة يحد من السكر عليه كله نبات جيد يا أصحاب السكري ولكن القهوة بالعكس أنا أقول العكس يعني لماذا لما تنشط نعم لما تنشط الجسم فطبعا تكون هناك حرق الطاقة كتجري الدم أما أنها تخفض السكر فهذا غير وارد وهي داخلها يعني أنا شفتها في بعض كتير من مشي أبحث غير مقالات أنهم يتكلموا على هذا الحديد أنها تخفض السكر ولكن الناس لا يخصون شي غلطه يسمعون نقلنا لما تخفض السكر يبدو يدير لا نكذب على الناس ولا نضلي لناس ربما ما تضرش أصحاب السكر نعم لا تضر أصحاب السكري تضر أصحاب قلب والشرين تضر أصحاب الجهاز العصبي ولكن لا لا تضر أصحاب السكري يعني فرق ما بين لا تضر ما بين تعالج باش الناس يكونوا يعني يعني يكونوا واضحين معهم يسمعون العلومة دقيقة جدا أما الأمر خطير جدا هو أن أنا قلت بأن أسوء خليط هو القهوة فعلى الأقل لا يستطيع الحليب أكثر من القهوة لا يستطيع الحليب أكثر من القهوة ولا يكون حليب أكثر من الأحسن وإلا هذا المشكلة كافي كريم كانوا يعملونها لأن الناس تقطع لهم الشاهية فأخذ هذه القشدة وهذه القشدة كانوا يزيدونها لأنه يتعطي نوكا التي تزيد على القهوة السخونة كتعطي نوكا فقط نوكا أما ليس لا علاقة للتغذية بهذه الأشياء يعني علم التغذية كيتبرأ من هذا الخليط هذا فالناس ممكن يزيدوا واحد القطرة للحليب في القهوة كنسميه إحنا مهرساء بالمصطلح المغربي يعني يزيدوا واحد النقطة للحليب يكون حليب بدون ذلك يكون أحسن والخليط مع الشاي أحسن حليب مع الشاي الإنجليز هذا البريطانيين عندهم حليب مع الشاي حليب مع الشاي تجانس يعني سبحان الله هكذا يعني القهوة مع الحليب لا تتجانس ولماذا يعني سارية في العالم كامل نعم سارية واعتاد الناس هذه الأشياء اعتادها فقط مسألة سيكولوجيا مسألة اجتماع وسيكولوجيا ومسألة تدخل في تأثير الجماعة على الفرد يعني كنسموه ومسألة تدخل في القهوة على الحليب ومسألة تشرب القهوة على الحليب نعم أنت مطار لا إلا 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 حطوا شاي تتشرب شاي فقط فكيبقى الإنسان تيولي يعني تابع لهذه التربية السوسيولوجية ديال المجتمع والسلوك السلوك اللي كان ديال الناس كيفاش كيعيشوا في المجتمع فقط فإذا كان الحد اللي بغاه الله سبحانه وتعالى التوازن في الكون كل الأشياء طيبة كل الأشياء جيدة ما اللي كتزيد على الحد دياله اشتحت البزار وخافيه مادة مصرطنة فهو منشط كذلك بزار كيسخن نحن نسمي العقة صغيرة نكهو بها فالمادة المصرطنة تتختافي ما خادقها يقول الناس ما يتخلعوش مبقاوش يعني يترعبوه من هذه الأشياء لكن الذي يرعب الآن هي المواد المستحدة وليس المواد التي خلق الله المواد الصيناء المستحدة اللي صنعها الإنسان بيده واللي يضيفها المواد بش يغلط ذاك المضاق ديال الإنسان ولا يغلط هذه الرائحة والنكهة عند المستهدك لأن الآن النكهة والمضاق اللي كان أكله في المواد الصينعية هي مضاق ونكهة كاذبة نكهة كاذبة ومضاق كاذب بحل ذاك القهوة اللي تحدثت يقبيل عليها بأنها مصنعة ذاك القهوة اللي يدعي كالدوب ذاك القهوة دائبة كتسمها هكذا القهوة دائبة الخاطرة اللي علاج هي المصنعة من القهوة علاج لما يخرجوا المادة القوية للقهوة اللي كالدوب باش ميبقاش ناس يصفيوا باش تكون سهلة الاستعمال والصانع دي ما كيمشي للأشياء اللي علاج لأن المستهلك هو اللي بغيت شيء مستهلك بغي واحد الحاجة يحلها يديرها في الماء يشرب الصانع حضرها لي ولكن لا يمكن أن تصل عند المستهلك بدون مواد حافظة لأن الصانع ما يمشيش يضيع فلوسه يعني فهنا خاصة نلقاه الحل بين هذه الأشياء ولذلك قلت حتى إذا ضر الشخص يشرب وحد القهوة لأنه خارج البيت دياله أو مسافر أو شيء شرب مرة في الشهر ولا شيء حاجة ما ليس هناك أي مشكلة فأنا كأن أقول غير الناس ما يزيدوش على الحد ما يكونش إفراط في تناول هذه الأشياء لأنه لا يعقل باش يشرب الإنسان 25 فينجان في اليوم ديال القهوة هو القذر اللي حدوه العلماء السرطان لأن الناس اللي كيشربوا 25 يعني فينجان كيتصابوا هذه يعني التجارب اللي جلت على الفئران والقاوة بأنه مشي 25 يعني تقريباً كين مثلاً من عشرة حتى الـ 25 فكين الناس اللي غادي يتصابوا بالسرطان أقل بأقل لأنه مشي غير القهوة أما العلماء ذالوا تجارب على الفئران غير بالقهوة ولكن القهوة إلا زادوا معها مواد مصرطينة أخرى فكينما كيتصابوا 25 فينجان كيقولوا غير 5 فينجانات في اليوم إلا تزادوا عليهم مواد أخرى كيقولوا خيبين مصرطينين فلا عليين القهوة كيتباع حبوب الناس بقين الحمد لله المغريب باقي العيالة كيشقاوا بقين كيعرفوا هذه الأشياء وحتى التحذير ديال القهوة ماشي شي تحذير تاقيل وخجي المراعيين من الخدمة وكذا ممكن تأخذ هذيك القهوات تطحنها هي مخصاش تكون مطحونة ملء أحسن يكون نطحنها في الضار حسن باش نطحنوا غير ذاك القدر اللي غادي نستهلكوا لأن هذيك المواد المنكي هذي القهوة كتمشي ولذلك الصانع الآن على الباب السوفيد يعني تحت الضغط ولكن من اللي كان فتحو ديك العلباء خاصة تستهلك في أقرب وقت أو ممكن نعملوها في تلاجة إن شاء الله باش ما تفقدش هذيك المواد المنكية نعم نعم نعم